وجه الرئيس السيسي بسرعة الانتهاء من مشروع قانون الرعاية البديلة الذي يوفر كافة سبل الحماية للفئات الأولى بالرعاية جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي وخلال اجتماع آخر مع رئيس الوزراء ووزيري الأوقاف والتضامن وجه الرئيس السيسي بوضع خطة متكاملة لإنشاء مساجد تابع لوزارة الأوقاف على مستوى الجمهورية وكذلك رفع مكافآت المسابقة العالمية للقرآن الكريم إلى حوالي مليوني جنيه اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف والسيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة النشاط الدعوي والمجتمعي لوزارة الأوقاف وقد وجه السيد الرئيس بوضع خطة متكاملة لإنشاء مساجد تابعة لوزارة الأوقاف على مستوى محافظات الجمهورية بحيث تكون جامعة لكافة الأنشطة الدعوية ومقارئ القرآن الكريم ومنارة لنشر صحيح الدين على امتداد رقعة الجمهورية مع مراعاة حسن انتقاء مواقعها وتخصيص مساحة مناسبة لها وذلك إلى جانب رفع كفاءة المساجد الرئيسية الكبرى في كل محافظة واستكمالا لجهود الدولة لنشر الخطاب الوسطي المستنير لصحيح الدين وترسيخ أسسه السليمة والتي تجاوز صداها نطاق مصر المحلي عرض السيد وزير الأوقاف جهود الوزارة من خلال الدورات التدريبية لبعض الآئمة والوعاظ والقيادات الدينية في القارة الإفريقية وذلك بهدف نشر ثقافة لغة الحوار والإيمان بالتنوع وقبول الآخر وقد عرض السيد وزير الأوقاف مستجدات البرنامج المطور لتدريب الآئمة الجدود ونتائج مسابقة تعيينهم لانتقاء أفضل العناصر من الناحية العلمية والثقافية حيث وجه السيد الرئيس بتعزيز برامج تدريب الآئمة بما يساهم في سقل شخصية الآئمة وفكرهم الدعوي والثقافي على نحو عصري يساعدهم على تكوين رؤية واقعية في إطار فكري مستنير وأضف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه بزيادة مكافآت المسابقة العالمية للقرآن الكريم لتصل إلى حوالي مليوني جنيها والتي تنظمها وزارة الأوقاف خلال الشهر المقبل بمشاركة واسعة من مختلف دول العالم والتي تتناول حفظ القرآن الكريم وفهم معانيه ومقاصده لدى أصحاب الصوت الحسن كما تم عرض خطة وزارة الأوقاف للاستعداد لشهر رمضان الكريم دعويا ومجتمعيا وذلك من خلال تكثيف الأنشطة الدعوية ومقارئ القرآن الكريم خلال الشهر الفضيل فضلا عن إسهام الوزارة في خدمة المجتمع من خلال المشروعات المجتمعية كسقوق الأباحي والإطعام وتوزيع السلع الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية وذلك بالتعاون والتنصيق مع وزارتي التضامن الاجتماعي والتموين وجهات الحكم المحلي على مستوى محافظات الجمهورية وعرض السيد وزير الأوقاف أيضا جهود الوزارة في مجال الترجمة والنشر خاصة أحدث ترجمة لمعاني القرآن الكريم إلى عدد جديد من اللغات والتي سيتم طرحها خلال الدورة القادمة من معرض القاهرة الدولي للكتاب وذلك بهدف نشر صحيح الإسلام فيما يتعلق بتفسير معاني القرآن الكريم بعيدا عن أي تحريف أو غلو وذلك في ضوء استراتيجية الدولة لنشر الفكر الوسطي المستنير كما تابع السيد الرئيس كذلك نشط هيئة الأوقاف وجهود تطويرها والتي عكست على زيادة المستمرة في إرادتها حيث تطورت إرادتها خلال عام ٢٠٢٨ إلى حوالي ملياري جنيه بالمقارنة بما يقرب من ٦٠٠ مليون جنيه في عام ٢٠١٤ كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الاجتماع تناول متابعة برامج حماية الفئات الأولى بالرعاية خاصة الأيتام والأطفال فاقد الرعاية الأسرية وقد وجه السيد الرئيس بالإسراع من الانتهاء من مشروع قانون الرعاية البديلة الذي يوفر كافة سبل الحماية للفئات الأولى بالرعاية مشددا سيادته على أهمية قيام كافة الجهات المعنية من وزارات وجمعيات أهلية بتركيز جهودها على توفير كافة سبل الرعاية لتقديم الدعم والحماية المتكاملة للأطفال الأيتام وتعظيم قدراتهم وتنميتها وتطوير الرعاية المؤسسية والأسرية المقدمة لهم لتوفير بيئة مجتمعية صحية لتربيتهم كما وجه السيد الرئيس بتقديم كافة أوجه الدعم لمساندة حقوق الذوي الاحتياجات الخاصة في كافة مناح الحياة كالدمج المجتمعي والمؤسسات التعليمية والعمل والمواصلات مواجها سيادته في هذا الصدد برعاية المبادرتين التي أطلقتهما وزارة التضامن الاجتماعي على هامش مؤتمر قادرون باختلاف وهما مبادرة الإتاحة لتوفير البيئة والتكنولوجيا اللازمة لتيسير تواصل ذوي الاحتياجات الخاصة بكافة أركان وخدمات المجتمع وكذلك مبادرة أحسن صاحب التي تهدف إلى إنهاء العزلة الاجتماعية والاقتصادية لذوي الاحتياجات الخاصة وفيما يتعلق بتوجه الدولة نحو الرقمنا وميكنة كافة قواعد البيانات وجه السيد الرئيس بإطلاق المنصة الإلكترونية للغارمين والغارمات مع ربطها شبكيا بكافة المؤسسات المعنية من الجماعيات الأهلية العاملة في هذا المجال بحيث تساعد المنصة على سرعة إجراء الأبحاث الاجتماعية للغارمين ودراسة أفضل السبل فعالية لعلاج أسباب الغرم وأضف المتحدث الرسمي أن السيدة وزيرة التضامن الاجتماعي عرضت كذلك جهود الوزارة للرعاية الأسرية من خلال سلسلة برامج متكاملة تهدف إلى تعزيز قيمة الأسرة ودعم دورها ومساعدة كافة أفرادها على تحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي بالإضافة إلى حماية الفئات الضعيفة في الأسرة من أيتام أو مسنين أو ذوي احتياجات خاصة مع تقديم كل سبل الحماية المجتمعية الممكنة لهم للحيلولة دون التعرض لظروف معيشية قهرية تؤثر على نفسيتهم وتفاعلهم مع المجتمع